السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة شيف امير اليوم ان شاء الله سنقوم بعمل وصفة الكارانتيكا و للقارانتيكا و للحامي و كيف يقولونها هذه الوصفة محبوبة جدا عن الشعب الجزائري بزاف نيناك عن حبها مكوناتها باسطة اقتصادية اليوم ان شاء الله سنشارك معكم الوصفة على طريقة المحلات ستقوني النتيجة بزاف هيلة سنعطيكم جميع المقادير المضبوطة أيضا حجم الصينية و أيضا جميع الأسرار لنجاح هذه الوصفة بإذن الله اذا اذا اجبتكم الوصفة عنها اليوم تنسوا الضغط على زر اللايك الاشتراك في القناة و تفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بجديد الوصفات بدون اطلاع نتمنى لكم مشاهدة ممتعة اذا اول مكونا نحتاجه هو حمص مطحون او حمص بودرة يعني هم توفر في المحلات والتمنتع رخيص يعني ماشي غالي فواش رح ندير رح نجيب كميات حمص بودرة انا في هذه الوصفة استعملت 500 جرام رح نخلي لكم في صندوق الوصف يعني المقادير لنصف الكمية ونخلي لكم ايضا المقياس التي تقدروا انكم تستعملوه اذا درتوا نصف الكمية و اذا درتوا كمية كبيرة كما انا درت اذا بعد ما كملت وصفيت الحمص البودرة جيدا رح نضيف عليه ملعقة كبيرة مملوقة جيدة تقدروا انكم تنقصوا و تزيدوا في الكمية الملح لحسب التوقت تاكم رح نضيف ايضا ملعقة صغيرة تاكم مطحون الكمون يعتبر اساسي في هذه الوصفة لانكم لا نعرفوا يعني الكمون يتوالم بثاف مع الكارنتيكا اذا بعد ما كملت وضفت المكونات الجافة وخلطتهم جيدا رح نضيف المكونات السائلة نحتاج هنا لكاس الا ربع تزيد نباتي رح نضيف عليهم ايضا زوج حبات تعبيد كاملين وبعد ما نكمل رح نضيف الكميات على المال اللي هي زوج لترات اونستامة لكن ما رح نضيفها دفعة واحدة رح نضيفها بالتدريج رح نضيف هنا الكمية الاولى ونبدأ نخلطه يعني ملواسط حتى الاطراف حتى نتحصل على قوام اللي يكون نفس قوام الكيك يعني القوام يكون شوية قيل وبعد رح نبقى نضيفه فيلم تدريجيا تدريجيا حتى نتحصل على القوام المناسب اذا كما شفتوا طريقة سهلة جدا في متناول الجميع نتمنى انكم يعني طبقوها خطوة بخطوة وتتابعوا جميع النصائح والخطوات هكذا رح تنجح معكم الكارنتيكا وتجيكم كيمة على المحلات اذا كما شفتوا بل ما تحصلنا على هذا القوام رح نضيف الكمية التانية على الماء يعني في كل مرة نضيف كمية الماء ونخلط حتى نتحصلوا على القوام الاخير ونكملوا كامل الكمية كما قلت لكم في هذا الوصف رح نستعملوا زوج لترات ونصف الماء لكن اذا استعملت نصف الكمية يعني نصف المقادير رح نستعملوا لترات واربوع فقط اذا في الاخر سنكمل نضيف كامل الكمية الماء الماء المتبقية وهكذا نكملنا زوج لترات ونصف ونقوم نخلطه بالخلاط اليدوي فقط يعني بدون الحاجة الى استعمال البراميكسر والخلاط الكهربائي سنتحصلوا على خالط خالي من التكتولات وايضا من الشبائب وهذا هو الخالط والقوام التي نحتاجه في الكارنتيكا هكذا بإذن الله تعالى جنج حمانا 100% اذا بعد ما نكمل سنجد هنا ثانية بالنسبة للثانية التي استعملتها فيها 40 على 25 وستعملت أيضا ثانية اخرى فيها 25 على 20 سنتيمتر يعني كمية كبيرة كما قلت لكم وكل واحد يدير على حسب عدد افراد لعائلة تاعها سنجد كمية مليحة تعزيز ندهان الصينية بكمية تعزيز وهذا هو سر من اسرار نجاح الكارنتيكا ومن بعد سنجد الخالط الكارنتيكا التي نحضرها ونفرغها في هذه الثانية ونجد كمية نديرها في الثانية ومن ثانية الأخرى التي قلت لكم عليها 25 على 20 سنتيمتر اذا كما رأيكم تشاهدوا السنية رأيه مملوءة فنس فقط يعني الكارنتيكا لا تأتي بشكل غليضة ولا تأتي بشكل غليضة ولا تأتي بشكل غليضة وندخلها للفرن الذي يكون مسخن مسباقا على درجة حرارة 200 درجة اذا عندكم فرن بالمروحة ننسحكم انكم تشعلوا المرواحة ستأخذ لكم حاول الساعة لكن اذا عندكم فرن يشعل من فوق ومن تحت ستأخذ لها من تحت دخلوها 45 دقيقة بعد ان تشاهدها بلط الطيب والجواني بدوي ويأخذ لون ذهبي ستأخذ لها حوالي 20 دقيقة من فوق حتى تحمر وتعطيكم هذه النتيجة اذا كما رأيكم تشاهدوا الكارنتيكا هي وجدة خرجناها من الفرن مباشرة نأخذ كمية كمون بودرة ونرشها لوجهة الكارنتيكا ونقدمها مباشرة كما نعرف الكارنتيكا تنتكى الحمية اذا نقسم امامكم قطعة باشتوفوا القوة المتاحة كيف الجدائر الكارنتيكا تناجت بزف في فاجة طرية والشكل التحى بزف هائل والنتيجة تنافس المحلات ننصحكم انكم تحضروها في المنزل كما شفتوا طريقة سهلة جدا بالخلاط اليدوي فقط بمكونات باسطة واقتصادية حضرنا اشهى طبق ستقوني والله لبنينا بزف ننصحكم انكم تجربوها اذا جربتوها لا تنسوش انكم تشاركوا معي تطبيقاتكم في جروبنا على الفيسبوك ولا في الصفحات الانستغرام اللي راح نخللكم جميع الروابط في صندوق الوصف ايضا في صندوق الوصف راح نتلقى جميع المكونات وايضا الملاحظات المهمة عن هذه الوصفة من مقياس الصينية الى مقياس المكونات بالكرام وايضا بالكاس اذا معلكم تضغطوا على عنوان الفيديو ويخرجوا لكم جميع الملاحظات والمكونات بالتفصيل اذا الى هنا وصلنا نهاية الوصفة عنها اليوم ان شاء الله تجربوها ان شاء الله تنير اعجابكم لا تنسوش ايضا تضغطوا على زر اللايك اذا اعجبكم الفيديو عنها اليوم وعجبتكم الوصفة وتبردجوا هذه الوصفة مع الاصدقاء نتلقى في وصفة لاحقة الى اللقاء اشتركوا في القناة